وليس بعيداً عن مجالس المحافظات أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استقالة رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف من منصبه والذي أشرف من خلاله على انتخابة البرلمان عام 2021 حيث لم تتأثر قرارات المفوضية باستجال السياسي وقتها وجاء قرار خلف بالاستقالة بالتزامن مع مطالبات بعض القوى والكتل السياسية إجراء التغييرات على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتبديل أعضاء مجلس المفوضين قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات في تشرين الثاني المقبل مصادر في المفوضية تقول أن المرشح الأبرز لخلافة خلف هو رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية عباس الفتلاوي اشتركوا في القناة